السلام عليكم أيها الأساطير جئت لكم بأفضل طريقة لعمل دل لشخص في الصورة إذن تابع الفيديو حتى الأخير لتستبي الشخص إذن معنا نبدخل إلى التطريق بيك سارت نختار هذه الخلفية نعمل لاقس بعد ما عمل القس اللي في الصورة نختار الشخص نضغط على هذه العلامة نضغط على هذه العلامة بعدها نختار تأثيرات نختار كولور كونتراست إلى اللون أسود بعدها نضغط على العلامة موب تاون نحاول ما أمكن تكبير لبث ميت ما أمكن نحاول ما أمكن تكبير الضل بيكون واضح أكثر بعد اختيار هذه الطريقة نضغط على نمحات نمسح هكذا بعدها نضغط على اوب سايت مقلل الشفافية حتى تبدو أنها واقعية تختار إلى عالامة صح نقوم بتحميل الصورة ننتقل الآن إلى الطريقة التعامية بعدها نضغط على تتخل إلى تطريقة بكسرج نختار هذه الخلفية نضغط على إضافة صورة نضيف هذا الشخص هنا لدينا جزئين بريقة عمل أدل هذي أسل طريقة يلو نختار Infist Color Contrast إلى الأسود نختار خطات نضغط بعد قلب الصورة نضغط نضغط على Move Down نضغط من حاج نقوم مسح نقوم بشكل أساسي كما تلاحظون تبدو أنها واقعية نضغط على ذلك ثم تابعه لدينا هذي الصورة نضغط Toebel Click بعدها نقوم بقطع الصورة لها كذا نعمل بشكل شخص نقوم بقطع الصورة إذن بعد قطع الصورة نختار E-Fist Contrast إلى الأول الأثبت بعدها نختار هذه الصورة نقلق بعدها نختار هذه الصورة نختار E-Fist نختار Color نختار Contrast إلى الأسفل إذن طريقة سعلة إذن نعلن الطب إلا تغير إلى الأسفل هكذا تغير إلى الأسفل نختار هكذا بعد تختار هذه الطريقة نختار الطريقة هكذا هات هي الأعلم نضغط على بعدها نخسر امي بحاج. وبالتقضونها نخسر. نضغط على امي بحاج. حتى تبدو الصورة كأنها. حتى تبدو الصورة كأنها واقعية نختار. بعد اختيار نضغط على علم الصح. نأتي الى القلم. نختار روش لو الأسود. نضغط على تيت. بعدها نضغط على تيت العلامة. نرقص الشفافية. حتى تبدو أنها واقعية نضغط على علم الصح. كما تلاحظون في التغماتية الصورة تبدو أنها واقعية. أيها الأساطر ما هو رأيكم في هذه الطريقة؟ تعليقكم يهمونا. اذا لا تنسوش الاشتراك في القناة. لكي تعدك اي مشكلة او استفسار راسني عبر هذا الحساب. تحياتي لكم محمد بعلا. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر